كما أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام الكبير بمتابعة المبادرة الرئاسية لقوام الانتظار التي يستفيد منها أعداد كبيرة من المصريين مؤكدا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين جاذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف المبادرة وموقف برنامج العلاج على منفقة الدولة حيث تمت الإشارة لأنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية كما تمت الإشارة لأن إجمالية ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي في إطار المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار بلغ مليونا وثلاثمائة ألف إجراء جراحي في تخصصات مختلفة